عيد حزين ممزوج بالقهر في عدن والخيبة في كل اليمن بعد الانقلاب مكتمل الأركان الذي نفذته ميليشيا المجلس الانتقالي ما عاد للذاكرة مشاهد انقلاب ميليشيا الحوث في صنعاء وما بين الانقلابين خمس سنوات من الحرب والخديعة التفاصيل متشابهة والأهداف متقاربة والراعي والممول واحد في ثوب المنقذ والحامي تحالف السعودية والإمارات كانت اليمن قد شهدت قبل خمس سنوات انقلاب ميليشيا الحوث والمخلوع صالح في صنعاء برعاية سعودية وإماراتية وصمت المجتمع الدولي لكن سرعان ما خرج الحوث عن الخطة المرسومة له وقام باجتياح عدن وحول ولائه لصالح طهران ما جعل السعودية تقود تحالفا عربيا تحت عنوان تاديب الحوث والسعادة الشرعية وما بين انقلاب سبتمبر على العاصمة صنعاء وانقلاب أغسطس على العاصمة الموقتة عدن جرت أحداث خلاصتها إعاقة الجيش الوطني عن تحرير صنعاء وتعز والحديدة وتحويل المناطق المحررة إلى مسرح لفوضى الميليشيات الانفصالية في المناطق الجنوبية لم يكن انقلاب عدن بنظر مراقبين سوى استكمال لانقلاب صنعاء حيث مكن انقلاب ميليشيا الحوثي من إحكام سيطرتها على أغلب مناطق الشمال ويراد لانقلاب عدن تحكم ميليشيا الانتقال لأغلب مناطق الجنوب في ظل توجه إقليمي لإبقاء المناطق الوسطى بيد الشرعية بهدف تفتيت اليمن وتجزئته لا يعلم حتى الآن ما هي نتائج فرص نجاح ميليشيا الانتقال من تحقيق ما حققته ميليشيا الحوثي فلا يزال الأمر مرهونا بمدى صحوة الشرعية من غفلتها ومدى قدرة القوى الوطنية من لم شملها صوب فرض خيار اليمن الرافض لتدخلات إيران ونفوذ أبوظبي وهيمنة الرياضة